بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه رواه البخاري وأبو دهود أبو هريرا ما الله تعالى بيز وشربه 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 صلى الله عليه وسلم leaving food and drink i.e. Allah will not accept his fasting the hadith was related by Imam Al-Bukhari and Imam Abu Dawud may Allah have mercy on both of them سأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من قول الزور والعمل به والجهد أن أسأله أن يفتح علينا فتوحة العارفين أن يسلم لنا رمضان ويسلمنا لرمضان ويتسلمه منا متقبلة وأن يجعلنا ممن صاما وقاما إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر صلى الله على سيدنا محمد وعلى ألي حق قدره ومقداره العظيم أمين موسيقى موسيقى موسيقى